الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الذي عقد اليوم في موسكو انتهى بتصريحات دبلوماسية تشيره إلى نية الأطراف التعاون أكثر في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي لكن يبدو أن هذا الحوار ما زال يصطدم بعقبات جمة وعلى رأسها مصير الرئيس السوري بشر الأسد والعلاقات المميزة بين موسكو وطهران المتهم بالتدخل في شؤون دول الجوار الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا ومدى مساهمته في حل أزمات المنطقة نناقشه في هذا الجزء من المسائية مع ضيوفين الكرام يسعدنا أن نرحب في هذه الأمسية من الرياض بالدكتور ماجد تركي رئيس مركز الإعلام للدراسات العربية الروسية كما نرحب من مدينة سان بيترسبورغ الروسية معنا من هناك الدكتور مسلم الشعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي نبدأ معك السيد الدكتور ماجد التركي بداية ما شكل العلاقة التي تود دول الخليج تأسيسها مع روسيا في ظل اختلافات وجهتها النظر في العديد من قضايا المنطقة مساء الخير لك ورغيفك الكريم طبعا يبدو لي أن روسيا خيار استراتيجي للمنطقة أو المنطقة بالأصح خيار استراتيجي لروسيا باتجاه الآخر روسيا هي مقبلة إلى المنطقة لأسباب عديدة جدا وحتى تؤمن نواحي الاقتصادية والاستراتيجية الأمنية لها وفيها محتاجة إلى دول الخليج ودول الخليج في المرحلة الحالية بعد الاتفاق النووي الإيراني بعد التغير الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة وتحولها إلى الشرق الأقصى منطقة بحر الصين الجنوبي هناك حاجة إلى الحضور الروسي الفاعل بإيجابية من خلال البوابة بوابة المصالح الخليجية وهذا المطلب كان حقيقة يعني ينادي فيه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية سعود السابق رحمه الله كثيرا وكان دائما يتحدث عن الحاجة إلى روسيا كشريك فاعل في المنطقة وفي ملفات المنطقة ولكن بين تلك التصريحات وبين الواقع هناك مرحلة زمنية غابت فيها الفاعلية في التواصل بين الطرفين حتى دخلت روسيا إلى ملفات المنطقة من بوابات أخرى غير بوابة الخليجية دخلت من خلال إيران في الملف السوري وكذلك حتى في الملف العراقي نوعا ما هناك توافقية مقبولة في الملف اليمني ولكن الدول الخليج سواء في الحوار الاستراتيجي في مرحلة الرابعة وما سبق من حوارات هي في حاجة حقيقة إلى أولا المكاشفة ثانيا الأجندة المربوطة ببرامج عمل حقيقية ثالثا وضوح الرؤية في ماذا يريد كل طرف من الآخر تجاه الآخر هذه قضية أساسية يعني ماذا نريد من روسيا وماذا تريد روسيا مننا نحن حاليا واستراتيجيا هذه القضايا لا زال الحديث عنها نوعا ما يعني فيه بطء هناك حراك على المستوى الثنائي جيد جدا يعني هناك حراك بحريني روسي ممتاز جدا طيب قبل أن نطرح السؤال عما تريده الآن دول الخليج من روسيا دعني أحول هذا السؤال إلى الدكتور مسلم شعيته ماذا تريد روسيا الآن من دول الخليج في هذا الوقت بالذات ونحن نعلم يعني اللقاءات المتكررة بين القادة الروس خلال السنة الماضية وهذه السنة يعني لقاءات متكررة ماذا تريد روسيا من دول الخليج بالضبط مساء الخير إليك ولا مشاهدينك ولا ضيفك الكريم من الرياض يعني السؤال هو قد يكون ليس ما تريد روسيا ولكن ماذا تريد المنطقة من دول روسيا في الشرق الأوسط في ظل صوت الانفجارات والاشتباكات والحرب والدمار في المنطقة كان جزءا كبيرا من قيادات الدول العربية متورطا لحد ما بالحروب الإقليمية أو التي تحدث في المنطقة بين خلال وهمه باستعمال المنظمات الإرهابية لقلب الأنظمة وأثبتت هذه النظرية فشلها أتت روسيا لتنقذ كل المنطقة وخاصة دول الخليج من هذا التورد طارحة برنامجا واضحا للحل السياسي خاصة في سوريا وأيضا في اليمن وفي الدول الأخرى وطارحة القيادة الروسية نفسها وسيطا ذو مصداقية تستطيع الحوار مع كل مكونات الشرق الأوسط إن كان من إيران وصولا لإسرائيل ولسوريا ولدول الخليج إذن روسيا تملك مشروعا واضحا هو الحل السياسي وحل مشاكل المنطقة بالحوار المباشر ما بين مكونات كل هذه الدول وخاصة شعوبها وإذا اختزلنا الأمر خاصة ما بين مكونات الشعب السوري لحل السياسي هناك إذن تطرح روسيا خطة بديلة لهذا الصراع ولهذا الدمار الحاصل في المنطقة والذي تورطت به كل الدول العربية مهمة هذه النقطة دكتور ماجد التركي سمعت الضيف من سان بيترسبورغ ما قاله ولكن الآن هل من شروط تضعها الدول الخليجية لإقامة وأنت تحدثت من قبل عن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هل من شروط يمكن أن تضعها الدول الخليج للذهاب بعيدا في هذه العلاقة وتنميتها إلى أكبر درجة ممكنة؟ أنا لا تصور أن العلاقات بين الدول تبنى على الشروط هي تبنى على المصالح المشتركة يجب أن يعي كل طرف مصالح الطرف الآخر ويضعها أمامها على الطاولة وتكون الأجندة واضحة هذه مصالح الطرف الآخر وهذه مصالحي وحتى تتحقق مصالحي يجب أن يراعي مصالح الطرف الآخر هي ليست شروط حقيقة إنما مصالح مشتركة بين الطرفين هذا جانب الجانب الآخر حقيقة يرتبط بحديث صاحبك من سان بيترسبورغ يعني روسيا كنت أتمنى أنها فعلا جاءت بمبادرة سلام أو مشروع سلام طبعا روسيا ما عملته عسكريا جويا في سوريا خوالي ليست مبادرة سلام هي حملة عسكرية أعلنت القيادة السياسية الروسية والعسكرية يعني لا تحتاج أن يبرر صاحبنا أو زميلنا أستاذ مسلم هذا الأمر القيادة الروسية تقول أننا نتدخل عسكريا من أجل مصلحة استراتيجية ومصلحة تكتيكية التكتيكية هو تثبيت النظام من أجل أن لا يسقط ونستطيع أن ننتقل إلى مرحلة انتقالية أما الاستراتيجية هي أن توجد روسيا لها مكانا وأوجدت لها اتفاقية مدة 25 سنة قاعدة عسكرية في طرتوس وقاعدة بحرية في حميحم هذا الأمر يقول الجانب الروسي ولا يحتاج نحن كمحللين أن نوجد التبريرات الوهمية لهذه التوجهات الجانب الآخر أن العلاقات الخليجية الروسية هناك حقيقة يجب أن يفكك هذا المصطلح هناك العلاقة الثنائية وهناك العلاقة الجمعية العلاقة الجمعية من خلال مجلس التعاون الخليجي هذه قد تتحرك في اتجاهات استراتيجية لملفات استراتيجية في المنطقة ولكن يجب أن يسند هذه العلاقة علاقات ثنائية علاقات سعودية روسية روسية بحرانية روسية إماراتية روسية كويتية بحسب الملفات التفصيلية وهذا مهم جدا المملكة العربية السعودية لديها توجهات جيدة جدا مع جانب الروسي في المسار العسكري في مسار التسريح العسكري هناك اتفاقيات شبه ولكن في القضايا الجوهرية لا يزال خلاف وأكبر دليل أنه لم يتم لحد الآن الاتفاق على أي حل على خريطة طريق بين الروس وكذلك السعوديين لحد الآن في أي ملف تقصد في سوريا طبعا في سوريا أستاذي إذا تسمح لي في الملف في السوريا الواقع يختلف عما نشاهده في الإعلام هناك بيننا وبين روسيا أمرين مهمين في الجانب السوري هناك الثابت وهناك المتغير الثابت فيما بيننا وبين روسيا أنه لا مستقبل للأسد لن يكون جزء من المستقبل السياسي السوري هذا أمر حتى الجانب الروسي يقول هذا الكلام ولكن كما قلت في أكثر من مناسبة أننا في دول الخليج أعطينا الكرت الأسد قيمة أكبر من ذاتها ولذلك الجانب الروسي تمسك بهذا الكرت في حين أن الأمريكان الآن رجعوا أقوى من الروس المطالبة ببقاء الأسد روسيا منذ عدة أشهر هي لا تتمسك بالأسد في المستقبل السياسي السوري روسيا تتمسك ببقاء النظام عدم انهيار النظام حتى لا يتكرر المشهد العراقي المحافظة على مكونات الدولة حتى لا يعاني الشعب السوري كما يعاني الشعب العراقي وأن ننتقل بسوريا إلى مرحلة انتقالية حسب قرار مجلس الآمن ثم بعد ذلك تكون مغادرة البشار الأسد من المشهد السياسي ولكن الإعلام يخلط الأوراق وهناك مصالح للجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي وبينها من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خلط الأوراق وقلب المفاهيم وخلق إشكالية في الفهم والتعاطي مع الملف السوري أنا أقول أستاذ الكريم ميدانيا باختصال عمليا عمليا الذي أنا أؤمن به كمختص في هذا الأمر ومن خلال قراءات المركز الذي أنا أقوم عليه أن هناك توافقية كبيرة جدا فيما يتصل بالملف السوري بين روسيا والخليج ولكن الوقائع على الأرض هناك اختلاف نعم لسبب واحد أن روسيا دخلت إلى الملف السوري من الباب الإيراني ولم تدخل من الباب الخليجي جيد دكتور مسلم أشعيته ما تعليقك هل هناك حقا اتفاق يعني أو توافقية بين روسيا وكذلك دول الخليج بخصوص الملف السوري كما يقول ضيفي من الرياض لا أوافق لا أوافق على هذا التحليل خاصة وأن ضيفك من الرياض اعتمد على أن هناك تبرير وهمي للسلوك الروسي واعتبره أنه تدخل عسكري فقط وهو يعرف تماما أن المساعدة العسكرية الروسية للشرعية في سوريا كان انطلاقا من أهداف وضعتها القيادة الروسية وهو الحل السياسي في سوريا وأكبر دليل على ذلك هو وقف اطلاق النار في أوج تقدم ونجاحات الجيش السوري وحلفائه بدعم القوات الروسية فقط من أجل دفع العملية السياسية ومن أجل الحل السياسي في سوريا ليس هناك أي اتفاق وليس هناك أي توافق ما بين روسيا ودول الخليج بالنسبة لمصير المؤسسات في سوريا روسيا تدعم المؤسسات الشرعية بكل مسؤولينها ورؤسائها ويقول وخاصة اليوم الوزير لفروف أن مصير الرئيس الأسد في سوريا يحدده فقط الشعب السوري وليست روسيا وليست أيضا دول الخليج في هذه المسألة تستطيع تحديد مصير هذه المؤسسات نعم أوافق ضيفك من الخليج بأن ما حصل في العراق لن يتكرر في سوريا وما حصل في ليبيا وهللت له دول الخليج تحديدا لن يحصل في سوريا بتدمير المؤسسات خاصة وأنها عبر المنظمات الإرهابية بمعنى أن هناك اتفاق على الأقل بالمحافظة على تكوينة النظام وتكوينة الدولة طيب من بين القضايا المطروحة هو الخلافة الخليجية الإيراني لاظروف أكد أن روسيا ستسعى للمساعدة على تجاوز هذه الخلافات سؤالي هل روسيا قادرة حقا على إحداث اختراق في هذا الشأن سيد شعيتو نعم لروسيا قدرة ومصداقية بالمحاولة في البداية والسعي إلى إيجاد نوع من التسوية أو التفاهم ما بين إيران ودول الخليج خاصة وأننا في التاريخ نعرف أن الدول الخليج تحديدا وإيران كان على علاقات جيدة ولم يكن أي خلاف ما بينهما حاليا هناك خلافات مصطنعة وهو التمييز ما بين المذاهب الإسلامية وتعتقده روسيا أن هذا وسيلة سياسية من أجل الضغط المتبادل ما بين مكونات هذه المنطقة روسيا تستطيع أن تقدم حلا واضحا وخاصة في مسألة الزمات في المنطقة لأن الخلاف هو يدور حول الاتهامات المتبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة دعني أخذ رأيي الدكتور ماجد التركي الدكتور يعني لحظنا ترحيب الجبير وزير الخارجية السعودي بمسعى موسكو للوساطة بين طهران وكذلك الرياض لتطبيع العلاقات بينهما وهو تفويض بالوساطة الروسية سؤالي من خلال رد فعل السيد الجبير هل العرض الروسي للوساطة يعني هل هو طلب مباشر لروسيا بتقديم هذه الوساطة أو بالقيام بهذه الوساطة مباشرة أنا ما فهمت سؤالك يعني أن الجبير طلب الوساطة نعم يعني رد ترحيب الجبير بالتصريحات الروسية بخصوص إمكانية حدوث وساطة بين الرياض وكذلك طهران هل هذا الترحيب هو يعني ضوء أخضر بالنسبة إلى موسكو للقيام بذلك أستاذ الكريم إذا الوساطة المطروحة من أجل معالجة الملفات العالقة فيما بين إيران ودول المنطقة هذا أمر أما أن الحديث في قضية العلاقة ما بين السعودية أو الرياض وطهران هذا أمر آخر مختلف مختلف جدا إيران الآن وضعت نفسها أمام اتهام دولي إيران أطبتت معدم مصداقيتها في حماية الدبلوماسية نحن نعرف من هجومهم على السفارة الأمريكية عام 1979 ثم السفارة البريطانية ثم اقتحام السفارة السعودية وقتل السفير وهذا الأمر يتجه للعالم ثم الهجوم على السفارة مؤخرا والهجوم على القنصلية في مشهد إيران دولة غير موثوقة إيران دولة تديرها منظمات عسكرية في الداخل كما أنها تعبث بملفات المنطقة بمنظمات إرهابية خارجية إيران دولة لم تثبت مصداقيتها إطلاقا لا على المسارها الداخلي أمنيا في أمن السفارات والإنبعاثات الدبلوماسية ولا على مصداقيتها في العلاقات في ملفات المنطقة نحن الآن نشاهد إيران في العراق أنها الآن وقاسم سليماني وعبدالعزيز الحكيم يتعاضدون الآن في مثلا في محاصرة الفلوجة والقتل على الهوية كما عملوا في سوريا وكنت أتمنى من ضيفك مساند بيترسبورغ أن يتحدث عن الشعب السوري الذي يقتل على الهوية الآن في دمشق القديمة وعملية الإحلال الإيراني للعنصر الفارسي في سوريا طيب عفوا دكتوري على المقاطعة عفوا على المقاطعة ترحيب الجبير بالتصريحات الروسية بخصوص الوساطة هل جاءت من فراغ؟ أنت كيف تقرأها؟ الترحيب يا أستاذي في قضية معالجة ما يتصل به التدخل الإيراني في العراق التدخل الإيراني في اليمن التدخل الإيراني في سوريا هذه كلها أراضي عربية ونحن نعرف أن إيران دولة فارسية إذا نتكلم عن العرق إيران دولة شيعية إذا نتكلم عن الطائفة هذه دول تاريخها سني عمقها سني منطقة سنية منطقة عربية تخضع لمثاق جامعة الدول العربية إذا إيران تريد أن تساهم وكما تدعي في حل ملفات هذه المنطقة يجب أن تساهم من خلال الواقع والتاريخ والحضارة لهذه المنطقة ليس من خلال الأجندة الإيرانية نحن نعرف أن هناك 13 فصيل عسكري إيراني يقاتل في سوريا ولم يتحدث زميرك عن هذا الأمر وليس النظام السوري الذي يقاتل وكذلك الآن في العراق ونحن نعرف أن الحصار في العراق تحت إدارة قاسم سليماني الذي يتلقى أوامره من إيران والآن وللأسف تحت مباشرة السفير الأمريكي في العراق هذه هي القضايا إذا كانت إيران جادة في التعاطي مع الجانب الخليجي والجانب العربي في معالجة هذه الملفات من خلال ميثاق جمع الدول العربية وقرارات المجموعة الدولية ومجلس الأمن نعم دكتور شعيتو ماذا تقول سمعت الضيفي ما قاله نعم سمعت وأعتقد أن هناك كما يقول ضيفك تشويه إعلامي فأنه يمارس نفس هذا التشويه في الحقائق وخاصة أن المنطقة لم تعرف بالمفهوم الروسي تاريخيا أي صراع ما بين مذاهبها وخاصة وأيضا ما بين طوائفها ولكن استجلاب كل الإرهابيين من كل دول العالم بغض النظر من بعض الدول العربية وخاصة من تركيا الجارة لسوريا عبر أراضيها من العديد والعتاد هو ما دمر سوريا وهو ما دفع بهذه العملية الإرهابية للانتشار في منطقة العربية وسوريا كانت تنعم بانستقرار يتتميز به عن كل الدول العربية من حيث الخليط الاجتماعي ومن حيث التنوع الطائفي والمذهبي والعرقي وكانوا يعيشون سويا لكن هذه التدخلات من الدول الأخرى المجاورة والأحلام التي كانت تحلم بها بالسيطرة على الدول العربية عبر منظمات وهمية دفعتها القيادة التركية هي أدت إلى هذه المجازر تنطلق روسيا من هذه القاعدة طيب كذلك مما قلت وتحدثت كذلك عن الإرهاب وهنا يقودوني في الحقيقة الإشارة إلى التصريحات اليوم من طرف القادة سواء الروس سواء الخليجيين تحدثوا على توافق حقيقي سيد شعيتو بين الجانبين في قضية محاربة الإرهاب هل تم التوصل أصلا إلى مفهوم حقيقي للإرهاب من هي الجماعات الإرهابية حتى يتم الحديث على أن هناك توافق لمحاربة الإرهاب؟ نعم إن قرارات مجلس الأمن واللقاءات الدولية اعتبرت أن منظمة داعش والنصرة هي منظمات إرهابية تسعى روسيا لتوسيع هذه المفاهيم لتشمل منظمات أخرى ما زالت تخرق وقف إطلاق النار وخاصة جيش الإسلام وأحرار الشام لكن الدول العربية تحديدا وتركيا بضعم من الولايات المتحدة لا توافق على هذه التصنيفات وانطلاقا من ذلك تتقدم روسيا دائما بمشاريع سياسية من أجل وقف إطلاق النار وليشمل هذه المنظمات ولكنها بحكم كونها لا تمارس هذه العملية أو بالأحرى تستمر بإطلاق أو خرق وقف إطلاق النار تسعى روسيا لإقناع كل المكونات التي تعنيها الأزمة في سوريا وخاصة الدول العربية بأن تنضم أو تدفع هذه الأطراف للانضمام إلى العملية السياسية ولاحظنا اليوم أن الوزير السيد جبير توافق مع السيد لفروف على أن ليس فقط معارضة الرياض هي التي تمثل الشعب السوري ولكن هناك إمكانية للانضمام من أطراف أخرى ويعتبر هذا بمعنى أن هناك توافق على الأقل على قضية محاربة الإرهاب الدكتور ماجد التركي سؤالي هل يمكن هذا التوافق بشأن محاربة الإرهاب والتعاون في هذا المجال أن يفتح مجالات أخرى لتفاهم أكثر بين الطرفين لسيما في الملف السوري أستاذ الكريم هنا إشكالية رئيسية حينما صرح الوزيران أن هناك توافق حيال مكافحة الإرهاب نعم هذا عنصر بند مهم جدا وجميل ولكن ما هو الإرهاب ما هو مفهوم الإرهاب يعني حتى أن ضيفك من سان بيترسبورغ أنا لا أعرف هل هو يتحدث أنه روسي أو يتحدث على أنه سوري إذا كان يتحدث على أنه سوري عروبي يجب أن يتحدث وجهة نظاره بعيدا عن كان سوري أو يتحدث وجهة نظاره لا هذا مهم أستاذ الكريم هذا مهم أستاذ الكريم يعني هو الآن رئيس مركز الثقافي الروسي العربي من سان بيترسبورغ يتحدث عن الجانب الروسي بأشياء لا يقولها الروس أنفسهم الروس أنفسهم عندهم التوجه آخر غير لك يتحدث عن زميلنا على الواقع السوري حقيقة هناك يغفل قلب للحقائق هناك يغفل حقيقة وجود 13 ميليشية تقتل إخوانا وأبنائه وأحبابها السوريين كيف يتم التعاوض في مجال الإرهاب مدام؟ وإلى أستاذ الكريم يجلس يدور حول حلقة مفرغة هذه المنظمات حتى نستفيد أكثر من الوصف أستاذي أستاذي ما عليش يحصر الإرهاب في المكون السني نحن أهل السنة نقول نعم هناك مكونات إرهابية سنية ولكن تفوقها عشرات من المكونات الإرهابية التي لديه القوة والعتاد وتقتل إخوانا السوريين هذا اللي نتحدث عن إذا نريد أن نقول هناك توافقية على مكافحة الإرهاب نعم ونحن يد واحدة المملكة تبنت قضية التحالف الإسلامي العسكري ومكافحة الإرهاب المملكة أول الدول التي عملت في هذا الأمر وأكونت لمكونات ومنظمات تواجه هذا الأمر في العالم ولكن الإشكالية إذا تعتبر الإرهاب فقط هو المكون السني الذي نتفق أو نختلف على مكوناتها وتتجاهل المكونات الأساسية التي تقتل من العراق مرورا بسوريا ولبنان هذه إشكالية كبيرة إذن نحن على خطين نقيضين هنا الإشكالية ولكن لو رجعنا إلى تصريح الوزيرين نعم هذا هو المهم فتحوا المجال فتحوا المجال إلى أن يدخل في هذا الأمر من درج في قرارات مجلس الأمن على منظمات الإرهابية ومن من درج في هذا الأمر هو حزب الله اللبناني وحزب الله لموجود في العراق وموجود في سوريا وهذا الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا بأن حزب الله الجنح العسكري هو منظمة إرهابية ودول خليج أصدرت هذا الأمر وحتى الجانب الأمريكي هناك أصدروا أمرا فيما يتصبح حزب الله ولماذا لم يتحدث عن هذا الأمر علانية والسبب في هذا أستاذ الكريم كما قلت بداية أن روسيا دخلت من البوابة الإيرانية إلى الملفات ولم تدخل من البوابة الخليجية وهنا تأتي الإشكالية جيد دكتور شعيتو لديك 30 ثانية للرد لأسف على أن الوقت لا يكفي تفضل لا أوافق زميلنا في الرياض لأن قرار مجلس الأمن واضح تماما يحدد الداعش والنصرة هي المنظمات الإرهابية فقط وليست هناك تصنيفات سنية وشعية إنها فقط في مخيلة ضيفنا من المملكة العربية السعودية الصراع هو صراع ما بين المنظمات الإرهابية والدولة الشرعية في سوريا بغض النظر عن الانتماءات الطائفية والمذهبية ونحن نتحدث كروس أن المعركة يجب أن تتوجه ضد هذه المنظمات بالتعاون مع الدول العربية التي ستعاني لافقا الدكتور موسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي كنت معنا مباشرة من سان بيترسبورغ الروسية شكرا جزيلا لك كذلك شكر موصول إلى الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام للدراسات العربية الروسية كنت معنا مباشرة من الرياض إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهايتي الجزء الأول من مسائية دي دابليو لقاء بعد قليل